أهلا بكم كل تفوق أو إبداع أو نجاح وراه أمان فوز الأقشع الفرق باختصار شديد للغاية ما بين الرياضة والكرة المصرية والرياضة المغربية تخيل عزيزي وصديقي المشاهد قرار واحد فقط يبين لك التطور الرهيب اللي فيه الكرة المغربية علشان ما تستغربش الفترة الجاية لما بتلاقي مواهب صغيرة سنها صغيرة للغاية في الكرة المغربية زي بلال الخنوس زي أمير ريتشاردسون وغيرهم كتير محترفة في أوروبا ما تستغربش نهائيا الاتحاد المغربي لكرة القدم عمل بطولة جديدة السنة دي تسمى كأس التمايز البطولة دي فيها فرق من القسم الأول وفرق من القسم الثاني من أهم شرط في البطولة أن كل فريق في البطولة لازما يكون معاه ست لاعبين ستة عناصر كاملين داخل المستطيل ستة من الحضاشر داخل التيم تحت تلاتة وعشرين سنة فئة شباب تمام وعشر لعبة يكونوا في القايمة لكل تيم وكمان أضاف شرط كمان لقدر الله في حالة إصابة لاعب معين داخل البطولة لا يبدل من نفس الفئة السنية تحت تلاتة وعشرين عام شابو تب ليه بيعمل كده اندماج اندماج فئة الشباب في الفرق الأولى بيقولك ابرز مواهبك ابرز مواهبك بكل حرية علشان تنضم حبيبي للمنتخب المغربي لو عندك مواهبة علشان كل الناس في أوروبا يشوفوك شابوه للاتحاد المغربي لكرة القدم هفاجأك في حاجة كمان رئيس العصفة الاحترافية المسؤول عن البطولة قالك احنا عملنا البطولة دي أساسا لما سمعنا وأخدنا أفكار مدربين الأندية يعني هو أساسا عملها بكل ديمقراطية وحب وود تعال يا عم قول مقترحاتك افرش مقترحاتك على الترابيزة ولو حاجة كويسة تمام كل ده نظام مقترحات يا بشا بسمع الرأي بشوف لو حاجة صحة نعملها طبعا ده ما بيحصلش عندنا الفرق من عندنا وعندهم طبعا انت هتقولي احنا ازاي نطور ونعمل زي كده هقولك صعب احنا اصلا مش عارفين ننظم مش عارفين ننظم دوري مش عارفين نحط جدول ما عندنااش بطولة منتظمة غير ده كله عندنا اللعيب اللي كسر 25 سنة ما بيلعبش أساسي وخد التقيلة كل اللعيب ومواهب المنتخب الأولومبي بلا استثناء معظمهم كلهم أساسا قاعدين دكة في فرقهم ومنتخباتهم حاجة في منتهى الغرابة شابوه شابول المسؤول عن الكرة المغربية شابول التطور الرهيب في الكرة المغربية شابوه من الأعماق لكل المسؤولين شابول فوز الأقجع بأمانة شابول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكرة المغربية أصبحت سقف طموح كل العرب بلا استثناء المغرب قادمة وبقوة إذا كان المغرب ما فازتش غير بكأس الأمم 1976 فنحب أقولك أن المغرب هتعمل المنتدى قوية للغاية الفترة الجاية وبالتوفيق للأشقاء بمشيعة الرحمن 2025 في المغرب البطولة بمشيعة الرحمن للمغربة لأنهم يستهلوا بعد إنجاز رابع العالم في كطر وبعد إنجاز برونزية أولمبياد باريس أتمنى من الأعماق كل الدعم للأشقاء للفوز ببطولة أمم أفريقيا سيشرفوا القرى الأفريقية والعربية في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا بمشيعة الرحمن المغرب هنلاقيها في مربع الزهب تاني إنجاز كطر مكانش صدفة ده بناء مدروس الإدارة هي فن توجيه مجموعة من الأشخاص والأفراد نحو تحقيق هدف معين بإمكانيات معينة ومحددة لفترة زمنية معينة ومحددة شبوه للأشقاء في المغرب دمتم في أمان الله